بسم الله الرحمن الرحيم اسمحولي طبعا أرحب بحضراتكم النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي بنعقده الحقيقة بعد اجتماع مجلس الوزراء الحقيقة النهاردة طبعا كان أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيله وبعد تشرفنا جميعا بأداء القسم الدستوري أمام فخامة الرئيس ولقاء سيادته معانا لأسبوع الماضي الحقيقة النهاردة كان أول اجتماع دي المجلس بعد إعادة تشكيله ويمكن أنا حابب أن أبدأ بأن احنا أعرض أهم الحقيقة التكلفات اللي أنا قمت بتكليف السادة زملاء الوزراء بيها في أول اجتماع طبعا مبارح طبعا حضراتكم تبعت وتشرفت بكل تشكيل الوزارة بالتواجد في مجلس النواب وإلقاء بيان الحكومة وتم تسليم برنامج الحكومة بالفعل للبرلمان علشان حتبدأ إن شاء الله اعتبارا من غدا كل اللجان النوعية في المجلس النواب لمناقشة البرنامج بإذن الله الحقيقة طبعا كان وكنت حريص في البداية الاجتماع توجيه الشكر لكل زملائي من أعضاء الحكومة السابقة على الجهد الغير مسبوق اللي أموا بيه في ظل تحديات كبيرة جدا وانتقلت بعدها طبعا للكلام مع السادة الوزراء لأن طبعا عدد كبير من السادة الوزراء الغالبية العظمى من السادة الوزراء الآن في المجلس هم جدد ولم يسبق لبعضهم طبعا العمل في العمل الحكومي أو العمل في هذه المناصب القيادية كان التأكيد طبعا على مجموعة من السوابت إن إحنا كدولة بنشتغل كلنا بفريق واحد والحكومة كلها بتشتغل فريق واحد مع بعضها البعض صحيح كل وزير هو معني بملف خاص به ولكن في النهاية لازم الفريق العمل الجماعي هو ده اللي بيدي التأثير الإيجابي للمواطن على الشارع إنه هو بيحصل التنسيقات العرضية ما بين السادة الوزراء وبعضهم البعض لأنه هو ده الأهم يعني ما فيش تقريبا القضايا الرئيسية بتبقى أحيانا كثيرة بتبقى مرتبطة بعمل أكثر من وزارة مع بعضها البعض وبالتالي الموضوع مش هو فقط معتمد على عمل الوزير منفرد ولكن على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع بقيد زملائه جوه الحكومة وضربت ليهم مثل أحيانا ممكن بتبقى بناخد قرار جوه المجلس وبيتوافق عليه والمجلس كله بيحصل عليه موافقة ونفاجأ مثلا بعد عدة شهور إن القرار لم يفعل على الأرض بسبب إن موظف أو مسؤول في وزارة ما يعني أخذ إجراء أو قال حاجة معينة إن القرار ده فيه يعني مشكلة في تنفيذه ونفاجأ على الأرض إن القرار ما تمش تفعيله النقطة المهمة هنا هو التنسيق العرضي والمستمر وعشان كده دي كانت فلسفة إنشاء المجموعات الوزرية اللي أعلنت إن هو ده حيبقى إن شاء الله يعني نطاق عمل أو صلب عمل الحكومة في الفترة الجاية إن يبقى فيه مجموعات وزرية متخصصة بيقعد فيها كل الوزراء المعنيين بالملف زي ما قلنا زي ملف التنمية البشرية ملف التنمية الصناعية وبياخدوا القرارات اللي تضمن تنفيذ كل التوجهات والاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها وده شيء مهم جدا وأكدت عليهم إن حتى لو المجموعة الوزرية اجتمعت مثلا يوم الأحد ووجدت إنها في احتياج لإن يطلع قرار من مجلس الوزراء كله على طول بترفع في نفس الإسبوع توصيات بطلب اتخاذ القرار مجلس الوزراء يوم الأربع يروح واخد القرار علشان نقدر بسرعة نتابع ونفعل أي إجراءات المجموعات الوزرية بتاخدها لو كانت في احتياج للعرض على مجلس الوزراء الحقيقة أيضا اتكلمت معاهم على البرنامج وإن إحنا البرنامج نصدقية الحكومة وثقة المواطن حتطلع من إن إحنا كل ما إن إحنا حنلتزم بيجوة البرنامج يكون قادرين على تنفيذه ومتابع تنفيذه على الأرض وبالتالي كل وزير حيبقى له في إطار البرنامج المستهدفات الواضحة اللي حيبقى هو ملتزم بيها وحبقى بنتابعه كمجلس وزراء وقاليات كثيرة وضعناها لمتابعة الأداء ده غير إن إحنا بنرفع تقاريرنا كل ثلاث شهور أو كل ست شهور لمجلس النواب والمكتب في خامة الرئيس علشان نؤكد على حجم ما تم إنجازه من البرنامج لكن سيكون هناك متابعة مش عايز أقول إسبوعية متابعة شهرية لما يتم تنفيذه على الأرض من برنامج الحكومة علشان زي ما قلنا إحنا ما قدمناش رفاهية الوقت عايزين نتحرك بسرعة جدا وعايزين المواطن يلمس في أسرع وقت الإنجاز على الأرض فيما يخص القضايا اللي بتمس حياته لإن يمكن إحنا ركزنا جدا في البرنامج على التعامل مع مشاكل المواطنين مع مجموعة من المحاور اللي إحنا يمكن حطتها وعرضتها مبارح في البرنامج أربع محاور رئيسية لكن كل محور منهم وده يمكن إحنا ما تكلمتش فيهم في البيان كل محور مترجم لمجموعة من البرامج ومجموعة من المشروعات حيبقى هو اللي من خلالها بنتابع الكلام ده على الأرض وبيتنفذ إزاي بعض التساؤلات ويمكن على طول تباعت كان بعض الناس بيقوله هو برنامج الحكومة ليه ثلاث سنين إحنا اللي إحنا عملناه إن إحنا وضعنا رؤية لغاية عشرين ثلاثين لكن في ظل الحجم عدم اليقين اللي بقى موجود في العالم النهاردة يعني ما نقدرش النهاردة أضع خطط لمدى زمن بعيد الأوقع والأكثر منطقية في ضوء عدم اليقين وعدم الاستقرار اللي بيحصل وكل يوم فيه جديد إن تقضع خطة على مدى قصير وعشان كده اخترنا نصف يعني نقدر نقول قسمنا الفترة الرئاسية اللي هي ست سنوات لغاية عشرين ثلاثين إلى النصفين النصف الأولاني اللي هو ثلاث سنين يكون تركزنا على تنفيذ مشروعات بعينها بتحقق الرؤية كلها ولكن حطين مستهلفات لغاية عشرين ثلاثين وده الشئ الطبيعي إن أي حكومة النهاردة لما بتيجي بقى تحط برنامج بتحطه في فترة زمنية ما بين ثلاثة إلى أربع سنوات على الأكثر فكانت النقطة إن إحنا عايزين نركز قوي أول ثلاث سنين ببرامج تنفيذية واضحة مستهدفات واضحة تبدأ تتحقق من الشهور الأولى المواطن يلمسها ومداها الزمني زي ما بقول لحضركم ثلاث سنين ده لا يمنع إن بعد مرور أول سنة أو أول 18 شهر وابتدت الرؤية تتضح أكثر إننا نبدأ نضع خطوات تنفيذية وبرامج تنفيذية لبقية المدة الرئاسية فهي بتبقى لازم الحكومة تضع نصب أعينها فترة زمنية محددة نحاول نخلص فيها أكبر حجم من المشروعات أكدت على اللي إحنا إمبارح تكلمنا عليه أهم مشكلتين المواطن النهاردة نفسه أو يشعر إنه وضعنا ليهم حلول سريعة مشكلة الكهرباء وموضوع ضبط الأسعار ودول أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها إن إحنا نشتغل على هذا الموضوع فأنا حبيت إن أنا يعني أوضح هذه النقاط وكت بوضحها بصورة واضحة جدا للسادة الوزراء أهم شيء طبعا أكدت عليه ضرورة التواصل المستمر مع كل أطياف الدولة المصرية بدي أن طبعا التواجد وأكدت على التواجد مع مجلس النواب الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة وحضور اللجان النوعية من السادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة يبقى فيه تواصل مستمر مع البرلمان بكل بغرفته سواء مجلس النواب طبعا ومجلس الشيوخ أيضا لازم الوزراء بنفسهم يبقوا متواجدين علشان يبقى دايما هذا التواصل موجود وحنبقى بنتابع أيضا الالتزام الوزراء بالتواجد في هذا الموضوع لأن ده شيء مهم جدا الشيء الآخر طبعا اللي أنا أكدت عليه ضرورة التواصل مع الوسائل الإعلام المختلفة وأن كل وزير يبقى معاه فريق محترف بيبقى بيقدر أنه يحضر له الملف الإعلامي ويبقى إزاي الرسائل أنه هو قادر على إيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين وناخد دايما الموضوع بقدر الإمكان بصورة استباقية المواطن دايما لما هنبدأ بنشرح له المشاكل والتحديات وبنقول له إحنا كدولة بناخد خطوات إيه حيتفهم معانا أي إجراءات الدولة من شأنها أنها تاخدها بدل ما بيفاجأ بموقف ويبدأ يبني يعني موقف على هذا الشكل ويبدأ إحنا ناخد سياسة رد فاعل لا يبقى إحنا بنبادر بقدر الإمكان وبنعرض أي تحديات بصورة منتظمة ويبقى دايما بنحط المواطن وكل وسائل الإعلام معانا في الصورة في هذا الشأن وبالتالي برضو وضعنا معاهم آلية علشان نقدر أن احنا نتحرك في هذا الموضوع أكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وأن الألية لهذا الموضوع هنشتغل عليها أن هنبدأ نعود مع مجلس أمناء الحوار الوطني وحنبدأ ناخد التوصيات اللي كانت خرجت بها المرحلة الأولى ودي كانت مقسمة إلى محاور متخصصة وحيبدأ كل وزير أو مجموعة وزراء معنيين بتنفيذ توصيات محوار بعينه حيبدأوا يعودوا مع مجلس الأمناء ويترجموا هذه التوصيات إلى خطة تنفيذية بتوقيتات محددة وحتباحها بنفسي أنا شخصيا على هذا الموضوع علشان نتأكد فعلا أن احنا بنضع هذه التوصيات المهمة جدا لأن هذه التوصيات خرجت زي ما قلت في أكتر من مجال دي بتمثل أطياف المجتمع المصري كله وبالتالي مش فقط طبعا الحوار الوطني ولكن حنبقى حريصين على التواصل مع كل الآليات اللي هاردة موجودة اللي هي بتمكن الحكومة أنها تتواصل مع المواطن ومع كل من يمثل المواطن في خلال الفترة القادمة أهم شيء بالنسبة لنا إن شاء الله حيبقى تنفيذ برنامج الحكومة زي ما قلت وإزاي أن احنا نحاول بقدر الإمكان من أول فترة ودايما بيتقال وأنا قلتها لهم بيبقى دايما بيتقال إن الحكومة بتبدأ تقيم بعد أول يوم بأول مئة يوم أول مئة يوم أنا قلت لهم لا مش عايزين ننتظر مئة يوم إحنا عايزين في خلال أول شهر يبدأ المواطن يلمس حقيقة إن في تغيير بيحصل على الأرض وإن إحنا فعلا بنتفاعل بصورة إيجابية وبدأنا فعلا نحل مشاكل كان المواطن بيشكو إن دي عايزها وبيعتبرها أولوية قصوة بالنسبة له دي يمكن كانت أهم الرسائل اللي أنا النهاردة نقلتها للسادة الوزراء وزي ما قلت لحضراتكم أهم شيء حنكون تركزنا على تنفيذ البرنامج وضمان يعني لإن تنفيذ البرنامج بكل مكان الحقيقة مشتملاته حيبقى دال فعلا بيكسب الحكومة مصدقية الشارع والمواطن بيبدأ فعلا يثق إن ما يتم الوعد بي وما يتم إعلانه بيتحقق على الأرض أنا عشان مش عايز أطول واللي همني إن إحنا طبعا أستمع إلى الأسئلة والمحاورات لإن دايما زي ما قلت لحضراتكم إحنا بنحاول بقدر الإمكان من خلال هذا المؤتمر نرد على شواغل الرأي العام اللي بتبقى بتصار على مدار الإسبوع